اتسع صباحا السابعة بتوقيت جراناتش موجز اخبارياتكم من القاهرة اهلا بكم عاد الرئيس عبدالفتاح السيسي الى ارض الوطن بعد ختم زيارته الى الصين هذا وعقد الرئيس السيسي خلال الزيارة مباحثات قمة مع الرئيس الصيني شي جيم بينجا صرح المتحدث باسم رئاسة الجمهورية بان الرئيس السيسي اكد حرص مصر للبناء على قوة الدفع الناتج عن اللقاءات المنتظمة التي تعقد بين كبار المسؤولين في مصر والصين هذا واجرى الرئيس عبدالفتاح السيسي محدثات جانبية في العاصمة الصينية بكين مع كل من عمران خان رئيس وزراء باكستان والرئيس شوكة ميرزايف رئيس جمهورية اوزباكستان والشيخ محمد بن زايد النهيان ولي عهد ابو ظبيا والامير تميم بن حمد الثاني امير دولة قطر وأخيرا سكرتير عام الأمم المتحدة أنطونيو جوتيرج هذا وأوضح متحدة الرئاسة بأن ذلك جاء على هامش مأدبة الغداء التي أقامها الرئيس الصيني شيش جمبينج على شرف رؤساء الدول والحكومات المشاركين في حفل افتتاح دورة الألعاب الأولمبية الشتوية الرابعة والعشرين أعلنت وزارة الصحة خروج 1985 متعفيا من فيروس كورونا من المستشفيات بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم ليرتفع بذلك إجمال المتعفين من الفيروس إلى 369 ألفا وإحدى عشر حالة كما أوضح بيان صادر عن وزارة الصحة أنه تم تسجيل 2298 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها للفيروس ومتحوراته ضمن إجراءات الترصد والتقصي والفحوصات اللازمة التي تجريها الوزارة وفقا لإرشادات منظمة الصحة العالمية لفتة إلى وفاة 58 حالة جديدة وصل وزير الخارجية سامح شكر لقاءته على هيمش قيمة الاتحاد الأفريقية حيث عقد لقاء موسع مع كل من نائبة الأمين العام للأمم المتحدة أمينة محمد والسكرتير التنفيذية لمفاوضة الأمم المتحدة لأفريقيا الدكتورة فيرا سنجوي ووكيلة الأمين العام للأمم المتحدة ممثلته الخاصة للاتحاد الأفريقية هانا تيتا كما التقى شكري مع نظيره الأنجولية لبحث عدد من ملفات التعاون الثنائي والقضايا محل الاهتمام المشترك كذلك التقى وزير الخارجية مع مفاوض الاتحاد الأفريقي للشؤون السياسية والسلم والأمن بنكولي أديوي عربت مصر عن خالص تعازيها ومواساتها للمغرب حكومة وشعبا ولذوي الطفل ريان الذي وفته المنية على الرغم مما بذلته السلطات المغربية من جهود حثيثة في محاولة إنقاذه هذا وأكدت الخارجية في بيان لها دعم مصر الكامل للمغرب في هذا المصاب الأليم الذي عكس تضامنا إنسانيا عالميا لم ينقطع على مدار الأيام الماضية داعية المولى عز وجل أن يلهم والديه وذويه الصبر والسلوان أعلن الرئيس التنسي قيس سعيد حل المجلس الأعلى للقضاء معتبرا أن المجلس أصبح من الماضي وخلال لقائه بوزير الداخلية وعدد من القيادات الأمنية قال سعيد إنه سيتم وضع قانون أو مرسوم مؤقت للمجلس الأعلى للقضاء كما أشار الرئيس التنسي إلى أنه لم يتدخل في القضاء رغم أن الإمكانية كانت متاحة لملاحقة عدد من المجرمين على حد وصفه أما رياضيا فيواجه المنتخب الوطني لكرة القدم في التسعة من مساء اليوم نظيره السنغالية في نهاي كأس الأمم الأفريقية ويطمح المنتخب الوطني للتتويج باللقب للمرة الثمنة في تاريخه والأولى منذ 12 عاما ذلك من أجل تعزيز رقمه القياسي كأكثر المنتخبات فوزاً بالبطولة القارية ختم مجازات تسعة لمزيد من الأخبار يمكنكم متابعة موقعنا على الإنترنت extranews.tv كما يمكنكم متابعتنا على مواقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، تويتر، إنستجرام، يوتيوب شكراً على طيب المتابعة